الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة والأخوات ولا زلنا مع آية البر الجامعة ولا زلنا مع هذه المقدمة المهمة بينادي هذه الآية الكريمة المباركة قلت ما أحوج الأمة إلى القرآن بل ما أحوج البشرية الآن إلى القرآن فالبشرية الآن محرومة فعلاً من نعمة الأمن والأمان على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية التي تحولت هي ذاتها إلى وسائل إبادة وهدم وتدمير وترويع للآمنين بل وتعيش البشرية الآن الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى على الرغم من كثرة الأسواق على الرغم من كثرة الأسواق وانتشار التجارات إلا أن كثيراً من الخلق يشعرون بألم الجوع يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ويأكلون من صناديق القمامة لا أبالغ فأنتم ترون هذه المشاهدة بأعينكم على شاشات الفضائيات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لقد قرأت مؤخراً تقريراً يؤلم القلب يقول بأن عدداً من أفراد العالم لا يزيد عددهم على أصابع اليدين يمتلكون ثروة تزيد على ثروة ثلث سكان العالم إنه الخلل هناك من يموت بالتخمة وهناك من يموت من الجوع قال الله جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ثم هل يستطيع أحد صادق متجرد تجرد أن يقول إن البشرية الآن تشعر بطمأنينة القلب بانشراح الصدر براحة الضمير باستقرار البال بهدوء النفس الدنيا ليست مادة فقط ولا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط على الأرض لينكسر جناحه الآخر فالإنسان بدن وروح الإنسان جسد وروح وعقل كما يعطي الإنسان هذا الجسد ما يشتهيه تصرخ الروح في أعماق هذا البدن تريد هي الأخرى دواءها وغذاءها وطعامها وشرابها وذلك لا يكون أبدا إلا في منهج خالقها وربها جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالماديات على ضخامتها وفخامتها لا يمكن أبدا أن تمنح القلب الطمأنينة والصدر الإنشراح والنفس السعادة والسكينة واستقرار الضمير وهدوء البال نعم إن أي إنسان على وجه الأرض الآن يحمل هموماً تؤرقه وتحركه أياً كان نوع هذا الهم فالهموم على قدر الهمم وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام نعم آن الأوان ورب الكعبة أن تحول الأمة ابتداءاً هذا القرآن في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة لتسعد به في الدنيا ثم لتقدم هذا النور بعد ذلك للبشرية كلها وإلا فكيف نتحرك الآن للبشرية لنقول لها ها هو النور يا من تعيشون في الظلام ونحن لا زلنا لا زلنا نبتعد عن هذا النور ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله جل وعلا اسمحي لي أمة الحبيبة فأنا ورب الكعبة لا أرجمك ولا أجلدك فمن أنا ومن غيري كنت ولا زلت وستظلين خير أمة أخرجت للناس لكن حقق الشرط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الإيمان بالله ليس كلمة ترددها الألسنة وهذا ما نتعرف عليه فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان تعالوا بنا إلى الأصل الأول من أصول آية البر الجامعة وذلك في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته